أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند فقرة تريند التريند النهاردة نركز فيه نقطتين مهمين جدا أول نقطة أو أول موضوع هيكون كأس الأمم الإفريقية والقائمة النهائية اللي أعلن عنها كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني منذ قليل واللي هتتجه إن شاء الله إلى الكاميرون يوم 7 يناير استعدادا لخود منافسات كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من العام المقبل 25 لعب اختارهم كارلوس كيروش لقائمة المنتخب اللي حاب تسمح لك إنك تخط 28 لعب 23 زائد 5 لكن هو اختار 25 ووفر 3 مقاعد مش عارف هل ممكن في الساعات اللي جاية يلحى نفسه يحط 3 ولا خلاص عايستقر على هذا العدد في حراسة المرمى أخذ أربع حراس مرمى محمد الشناوي ومحمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد في خط الدفاع أكرم توفيق عمر كمال أحمد حجازي محمود حمدي الوينش أيمن أشرف أحمد فتوح محمد عبد المنعم ومحمود علاء خط وسط الملعب عمر السلية حمدي فتحي إمام عشور عبدالله السعيد محمد النني أحمد سيد زيزو ومهند لاشين في خط الهجوم عمر مرموش محمد شريف مصطفى محمد محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجي حمد الله على سلامة تريزيجي بالإضافة إلى رمضان صبحي طيب هو خط 25 لعب من أصل 28 القائمة الأساسية 23 لعب الاتحاد الإفريقي من شهر بلغ كل المنتخبات إنك ممكن تضيف خمس لعيبة خلال الفترة اللي جاية والخمسة مش عشان الكورونا لو حد أصيب بكورونا تاخد حد من الخمسة لا الخمسة دولار يبقى مع الثلاثة وعشرين ممكن تستعين بهم في أي وقت من مباريات البطولة هو عموما فيه تفاصيل أكتر بخصوص القائمة ومشاركة المنتخب لأنه كمان عندي جزء قانوني متعلق بقى القائمة تبقى كام في المباراة والتغييرات قد إيه وكل التفاصيل دي الكاف بالتأكيد عمل فيها اجتماع مع كل المنتخبات المشاركة في البطولة اشتركوا في القناة